وتن مرارح على تقهي البروت هزو مش تقبلوه بالحرص حتى الطبور هزو كراكون شرف معتبر مخصوص عاشان كل أبهم والكل حياة ولا حدش هناك هزو خرقوا دي القوة كلها اللي موجودة هنا في العزبة تقريبا ما عدا اللي موجودين في الحراسة دي الوقت وريني المنزية دي يا جدع انت اتفضل ياه كلامي البشاغة مزبوط هو قال حاجة عن سلاح ايوة قابلكم سلاح جديد وبعتني هنا علشان افرز السلاح اللي موجود وانغير الروحش منه المعروف غير لنا السلاح كله ده سلاح قديم قوي فعلا هو ما ينفعش طيب لم السلاح ده كله اجاد عنتا فين الرجال اللي معايا ايوة اجمعوا السلاح منهم الليلة بازن الله حياطبتم السلاح الجديد متشكرين جدا اشكر لنا البشاغة بالنيابة عنه بس حافظوا عليه كويس طبعا طبعا خود يا جناب الوحيد هادي وقصوا مني بسلاح السلاح بس حافظوا بس حافظوا للأغا بعد السلاح متلم وبثلتوا في حيرة من نكاد والنهم بس حافظوا للأغا بعد السلاح يا بشاغة انا لازم اقترق بس حاظريت باقين حاظرتنا ده شغل ولا شغل العفاريك يا جناب البشاغة هي شيطانة فادع الهجر التناثر فادع دور فين ادهر دور فين ادهر شوفين ادهر شوفين ادهر نازم مخبوط على ادهر بعد جواب للأغا بيقوله فيه ثاني ادهر ادهر في بيته تعالوا كلموا في البيت وفي لمحة البرق قامت قوة ببرا وفي لمحة البرق قامت قوة ببرا متحصنا بالفلاح صارة بالحصار على البيت ادهر 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 خشي استخد بالحرب جاي الله انت يا بس هدوم السلال دلوقت تعرفي مين اللي عالباب افتاحي السرعة افتاحي بس يقول انت مين اقولك افتاحي انت مين لو ما فتح فيش فاكسر الباب افتاحي فين ادهر ادهر انت اللي تقولولي هو فين ما تخبيش علينا تساعدين يا سطرة لحظة مش كويس على شامل ولا هخبيه ليه خشي دورو عليه طيب نواري بحاجة خلينا تفتش ادي شامعة هي خد ولا افتاح امسكي الشامعة وامشي قدامنا اتفضل مش عايزة تقولي هو فين ياريت انت اللي تدلوني عليه انا لادهم ياريت اشوف ضي عنيه انا لادهم هو حشني من زمان ياريت اعرف طريقه فين اه ومين البنت اللي معك دي دي بستة الدار بنت عمي مفيش حد تاني معاك ابدا احنا كده الوحدين عجيبة ولسه حيسرح بنا اكتر من كده مفيش فايلة طيب انا هعرف اقبض عليه زي ادهم يا ناس كان جميل سبحان منتصور يبس اميس سندسي منقوش ومقوّر وشيد شمعه ونور للأعادل فيه قالوا لها يا بنت دينا ادهم فيه قالت دا ادهم جمع له من رجال الفين ولا بيتشوفه ولو ما اصف عيوني عين اميس سندسي منقوش اميس سندسي منقوش اميس سندسي منقوش وايه اخبار بدران بدران بيسأل علي دايما مش مخليني عايزة حاجة برجع لي بضران وما في قلبه من الأسرار وعش بضران وحبه ويسس بار فجدهم كان هنا ولا يسألش علي أدهم ما بينسك شبك يا بضران فاقرب في كل وقت أنا قلت له اللي فيه الكفاية وعرف أني بجيلك واسأل عليكي طبعا عرف كل حاجي دلوقتي باجا ما ييمنيش كلام الناس مده مذهم عرف بمجيك هيني أنا خايف من حاجة واحدة بس يا ستة الضهر خايف من ايه خايف لا تكوني بتغشيني تكوني بتحبي أذهب ابن عمك ومين جلك ما بحبوش شفتي باجا قادي اللي نعمل حسابه يبجانت رو بتحبش أجه حد يكره أخوه وحد يكره أذهب مش هستريح لما عرف إمتى نفرح ونتهنه لما نتطمن على أذهب وفكر المشأة بحيلة لستة الضهر فكر يجبها ويحبسها حدا في الضهر وفكر المشأة بحيلة لستة الضهر وفكر المشأة بحيلة لستة الضهر صاحبو بيه بقى يا بيت صاحبو دار كلكم عارسيني قصدك أدهم ايه وحدها؟ هو لسه حيرجع لنا تاني بعد ما داره بكرا يرجع لي داره طيب اسمعنا اه انا جاي اقولك خبري فضحنا البشأة عاوز يتجوزك ايه؟ بتقول ايه؟ امانتوا ناس ما تختشوش طب ماشي بقى همجرر من هينك خلي لنفسك تفوق بقى تقوم داري يا ست الضهر ده شئ لمطلحتك فكر كوي انت بقى هتماشي من تتعمل بقى ولا لا يا ست الضهر ده هنالات الفلس كلهم بيتمانوا الجوازة ليه؟ تقومي تقصو بيه هنطي؟ طب ده انجي حجود الساعد والهنة بقى كده؟ يتفكركم وفن لحد كده؟ يموت الرعب ويتجوز بنتو؟ طيب لكم يوم يا مجرمين باشا ميدادة انا قلتلك وانت طاعد بالشابة وذنبك على جنب رجع بغيبة امل للباشقابة ويقول مربط شتيجي معايا مخها مقفول مربط شتيجي كدم يوم المتعلية دي يبقى ضرب بعض في قلبة أطعم يا سلام يا باش اغا معلوم دي تبقى اكبر ضربة الادهام انا عندي فكرة نبعت لها واحدة ستة من بتوعنا تقول لها ان ادهام قعدة عند الساقية وعاوزها ضروري هي طبعا هتفرح بالخبر ته وحتروح بسرعة وهي عند الساقية نقدر نمسكها بكل سهولة ونجيبها على هنا ودبروا الهامة كيدا بخطة مرسومة خطة عشان يخططوها في ليلة معلومة مين مين اللي بيخفض انا انا يا ستة يا سمينة انا حاسك عيوشة اهلا وسهلا اتفضل يا خلا عيوش ازاي الحمد لله يا بنتي رضا ازاي كنتي الحمد لله بخير لا لا يا بنتي انا شايفك اليومين دول متغيرة شوي من الفكر يا خلا عيوش وبتفكرش ايه يا بنتي ادهم ادهم وستة الدار بالتعمه امم فيهمت فيهمت كل حاجة أدهم بيحبها يا خالة عيوشة وضروري حيتجوزها ما عاوز أقول لك كده يا فتة ياسميني هو ده الكلام المضبوط طب وبعدين ايه الحل الحل بسيط بس تعمل اللي حقولك عليه قول يا خالة عيوشة انت تشوف يا حد من معارفك وتقوليله يروح على دار أدهم وينادي على فتة ده ولما ترد عليه يقول لها أدهم بعثني وهو عايزك عند السهل هتفرح على طول وحبت انها رايحة وبعدين انا حعمل ترتيبي مع نظر العلبة ياخدها عند البشرة وبعد ما ضفرت ياسمينة حيلتها راح تأكد لشت فتر محبتها يا ربي تسلم مين اللي عالبعد اتفع يا ستة الدار انا ياسمينة ياسمينة تخير عليك يا حدث ياسمينة تفضلي تفضلي جعودي ازيك وازي حوالي بخير انا جاي هسأل عليك واشوفك تتر خيرك انتي مزع عليش نفسك قابلا بكرا ادهن يجي بالسلامة ياريت يا ياسمينة ان شاء الله بس انتي تطمني خالصة الله 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 ده حاجة نقول عليك شاطرة وبتعم ادهن تجون تبكي لا 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 استدار انا انتي عجلك كبير ولكن انت جنبتي جلبك اكثر من كده مش جد عليك وجد ما بلمش الليل ابدت ما ارش يا حبيبتي ربنا يطمنك ربنا يطمن خاطرك ويجيلك بالسلامة مين يا ستة الدار يا ستة الدار مين اللي لناك انا مرسال من عند ادهم هم مجيز هنا في العزة وجابيني دلوقتي هو جاعل اني اشتاجيه وترجاني كوت عليك بلنقك كده عشان تروحي دلوقتي تجابليه بسرعة بس لحسة مش جابي يدخل عزة جواني يا ستة الدار مسي بخير اي ادهم موجود في العزة موجود ومش بازل يجي لاش ما على المرابي ده كل مرة بيجي على طول لازم شايف ان في حتار على العزة وخايف لحد يشوفه وبعدها لازم اروح ادهب له واجب يا ستة الدار واجب ولا تجبتش خبر راحب تشوف ادهم شايف تدالو حدى الزاقية عادو ادهم شايف تدالو حدى الزاقية اهلين وصحلين اهلين صبية افاري ما عليك حضر النازر تالي صبية جالبور يا صبية تالي تالي تليك متاحك يا مجرم مجرم صبية انت اجتم مقامات عظمات باش انا اماني عربي اماني يا بيت تالي والكلم كويت لا تالي يا مرحول كمان اجتم حضر النازر انت لازم تعلن صبية عشان ادهم بخرا كله رح يطلع على جدادكم يا مجرمي اعملوا ما وداكم جالبور يا تالي صبية البندقية في اداكم اضربوا ونقتلوني خاني فت الدار بد الحق شارجاو حضرت نازر صبية دي رازد علشانها تعذيبات شديد تالي حق فربات تالي صبية انسي فالقات كل يوم القاتل كده كل يوم القاتل كل يوم تعذيب انا هيرا شغلت امان منكم لله يا حوت ربنا يسوغت يا دم علشان تخلصني من المجرمين ذال لبت ملابس خواجة وراح يقابلهم عربي فرنساوي بكل لسان تكلمهم والحد منهم عرف ان اللي قابلهم هو اللي مقصود عليه العين وهو والبهم انت يا خواجة اللي جيت نعم يا خادرس انت جاي منين ورايح على فين والله يا خبيبي انا كنت بنسوف واحد جريبي خينه ورايح الدكان بتاع انا ها متعرفش واحد اسمه ادهم الشرقاوي ادهم السرجاوي ايبا ايبا انا ادهم نرافو دي انا ادهم دي له حكايات كتير كتير يعني 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 قاعد فين وبتشوفو فين لا 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 انا مت بنسوفو دي الباكت ياريت انا ادهم يعرف مطراخو يا خواجة افتكر شوف كده اخذ مرة شوفتو فين انا ادهم ياريت نعرفوه فين انا ادهم ياريت نمسكو بيديه ليه يا خواجة واحاوش تمسكو ليه انا ادهم دي جتل لي من الايال اثنين انا ادهم عرفته يجمع من رجال الفين يا خواجة افتكر كويس انت لو تدلنا عليه ولا على مكانه هاندى لك مكافأة عظيم انا ندور عليه وموجود هنا وبعد ما نسوفوا انا حنجلكم موفيد مع الجواب للاغا اللوت لا اوني لو تبحثوا في الجبل عني تلاقوني اللي عايزني يجيني في الجبل برا انا في انتظاركم سعالوني ونازلوني برا على عليكم امر الجالة ايش ايش اي مرش جالة منه استعلم اغيرهاك هو اي 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 انا انا شايف خال حدي بيسح فى الرمله اي 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 امين اي امين لك همين تعال شوفه اوه محرر السلاحيني هو اوه 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 اي اوي بطرهان يا اذهبي بطرهان حاج عافيين ايه الحاج يالا انت صوت الخاجة ايه يالا وريني هاد مدينك تعال تعال اتفرح في المغارة لا الناسي مرجح انت عارف اني باشتغل بحباص المشهدها ودي اوامر عليك معلش كتر خيرك كتر خيرك يا الهام جيلي لله مش عزاه ابدا انا بيدي ما تصغرش بالوضع تلك بعيدة عن عزبة شوية انا احوصلك للعزبة عشان عاوز اقوط على ياسمين اسلم عليه ياسميني انت ايسا بتفكر في ياسميني بحبها ابدا صرفها مش عايز اتروح من هنا قاب لو كنت تعرف ايه اللي حصل ايه اللي حصل ابدا الظهر اللي باشتغل اعرف انك بتحبها وانك بتحبها سمع الكلام من صديقه قال يا جوز معقول وكان مرايح على دار الاغاء على طول بشق طار البلد مهتم بحصرها واما وصل سمعه بزعه وكان فيه قابل 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 الفخ ادهم دي فعرات بطال ايه شبو احد يتحرخ منك ادهوه امان يا ربي امان ادهم قابل الفخ قابل الفخ ايه 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 موجودة قابل الفخ قابل الفخ قابل الفخ قابل الفخ انا انا مارضك يا ادم والله صار فيك الرصار انا مجدع وفك يا انا انا مجدع وفك يا انا الوقت لاجد غلبان لكن الاول كنت حاكم بامرك بتعاون المقرمين للسانة وبتعايدهم على تعطيب اهل بلدك يا خايل يا مجدع انا مرزوب والله العظيم العظيم اللي بتحل فيه متبر منك وبتعاون سارك تخليك تتخفر وليه حابتك الحمد لله انا افتحت دلوقتي خد ابتر عمي وابتر اهل بلد فحيح لكن فين يصير الدرع عليها يا خايل لازم ان تجي منهم ياسمينة 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 بنت عمك بخير ياسمينة ما تخافش عليك انت موتو الحمد لله انا ارتحت دلوقتي جت المرسال جاني مرسالك في الدار وجلدها معاوذك عند السادي مرسالي؟ ايه اهل ما فحاتش مرسيمة اللي حصل كده فرحت بالخبر وحسبته صحيف وروحت عند السادي لاجت قدامي نظر العرب وفي ايده بنت جي راح مسكني وجايدني علاني اشوف يا ده ايه ايه ده؟ مترا بيجي اللي كانوا بيدربوني بيه اه لكن ما نفعتش لعبتهم انتصارنا عليهم موسيقى موسيقى خد بنت عمه على درها يوصلها موسيقى وحفيت له علي في بالها وكل ما جارلها موسيقى انت كنت بتنادي على ياسميني ليه في دار البشأة هي كاة موجودة؟ بدران قال انها عند البشأة جيت اشوفي للحكاية كانت وفادة لي الساعة ما شفتك انت بدل ياسميني بدران قال لك كده؟ مش فهم قصده ايه كده هو مرديش يقول لك صاف على ذا علك يادها قال لك ان ياسميني هي اللي عند البشأة قال له روحه يمكن الخبر يتسرب لك ويقول لك سدات دار تزعر قال لك ياسميني وانت مبسدكش حتى غير ها بقى الحكاية كده ايه وكده تمام وياسميني كانت بتجليك ايه؟ ياسميني ياسميني دي جلبها طايب مكتش يحسبها كده فهل خير طب اسيبك هر يباقي اسيبه بالنهار ما يطلع خل بالك يا ابن عم الولي مش هايسيب دم البشأة الوالي جاله خبر موت الاغى الغضاء ورجلته في هم وغام وفي افكار اوه باش اغى محشوب حضرته وكما نظر عدم باش اغى يقدر اوه دي اخبر فطال لان لازم فلاد ادهم دي هو الجاني مفي غيره هو مفي غيره وبعد الكبير فراس مقامات عظامات حضرتنا انا عندي فكرة يا كنابي الوالي قول افكار قول احسن طريقة اننا نشوف مين اعز صاحب لادهم وهو ده اللي حيدلنا عليه وحيعرفنا طريقه اصبت افكار كمان شوف مين اعز صديق لادهم انا متأكد انها فكرة سليمة وحد كلها نتيجة طمام طمام يا فارم علي الكبير حراس عظمت نقوم ادفالي قالوا ده ما يوقعوش غير عز اطحابه وغوروا فاكتشوا على عز احبابه اسمع يا خلا لمشي ادفالي اشتركوا في القناة